هنعمل النهاردة بقى وصفة من الوصفات المهمة لنا كلنا كبار وصغيرين نجت سيد دجاجل ما ارمش وهقولكم على سر لونه وارمشته بطعم لازم نلجاهز بكتير مش هتشتروا من بره تاني ابدا لو جربتوا الطريقة دي معايا كيلو من الفراخ ممكن تستخدموا صدور كل الوصفة ممكن تحملوا ميكس ما بين صدور وما بين وراك انا مستخدمة هنا صدرين وورك واحد وده كله كيلو يعني الصدور اكتر من الوراك الوراك بنضفها علشان تدينا قطمة وتخليها جوسي وطرية زيادة شوية فلو حابين تعملوا كلها صدور مفيش مشكلة حابين تزودوا وراك يعني تقدروا تزودوا كمية كده صغيرة من الوراك تقدروا تزودوا ربع المقدار ولحد نص المقدار يعني نص صدور ونص وراك مش اكتر من كده ماينفعش وراك كلها بس ينفع صدور كلها حطتها في الكبق او محضرت الطعام وبفرم بقى كل حاجة وبعد كده بنزل عليها بتلات معالق كبيرة من اللبن البودرة ممكن معلقتين ممكن معلقة ممكن يتلاقيه خالص اللبن البودرة اختياري هو بيدي طعم حلو بس معلقة صغيرة من الفلفل الابيض او الفلفل الاسود انا حطت ابيض بس عشان ما يديش لون مش اكتر لو ما عندكوش غير فلفل اسود حطه وهنحتاج كمان معلقتين كبار من النشا هلية مسكة نفسها كده وبتقطه معنا والمكون بقى السري والمكون المهم في الوصفة دي خلطة الدجاج المقلي اي نوع اللي هي كنا بنسميها زمان الفيجتار اللي هي خلطة الفيجتار لو انتوا فاكرين يعني معرفش دلاتي ايه الانواع اللي موجودة بس فيه انواع كتير موجودة منها واللي موجودة عندكم يعني اللي متوفر عندكم في البلد اللي انتوا فيها اللي هي الخلطة اللي منغلف بيها الدجاج من برا بتكون عليها تدبيلة بيكون لها طعم ومميز وبتديله ارماشة كده من برا بيبقى شكلها زي ما انتو شايفين كده بتبقى عبوات فيها من جوة باكتين وبيبقى من جوة البودرة نعمة عاملة زي دي كده ده بيبقى شكلها دي بتبقى تدبيلة حلوة قوي للفراخ من برة انا بقى هحطها جوة النجت وهي دي اللي هتديها طعم زي المصارع بالزبط هنحتاج باكت ونص انا استخدمت باكت كامل من اللي هي العادية وهستخدم نص باكت كده من اللي هي الحارس ديها بس اللاسعة دي حتى مكتوبة هي بالعربي عشان تبقوا فاهمين انا بقصود ايه الحاجات دي انا حطيت عبوة من اللي هي مش حارة ونص عبوة من اللي هي الحارة وخلي بالكم ووزنهم تقريبا كان متين جرام كمية اللي انا حطتها كلها وزنها متين جرام فتشوفوا العبوة اللي عندكم مكتوب عليها قدي ايه وزنها قدي ايه هنحتاج تقريبا متين جرام وبنرجع نديها فارما كمان مع الحاجات دي كلها مع البهرات وننزل عليها بمعلاقتين كبار من الزيت وانلمها بالزيت بس علشان ما تلزقش في ادينا وناخد بقى واحدة واحدة نتقورها ومن غير تقطيع ولا اي حاجة هنقورها ونشكلها على شكل الناجس كده هود الشكل البيضاوي ده اللي احنا متعودين عليه زي ما بتعملو كفتة الرزي كده بالضبط حاسيتوا انها بتلزق دهن الزيت كده في اديكم وشكلوها لحد لما تخلصوا الكمية كلها بنحطها في صانية على ورق الزبدة او على صانية فيها دهن الزيت وبندخلها بقى الفريزر شوية مش كتير بس تتشمع على ما نجهز الكوتنج الخارجي او الطبقة الخارجية وهقول لكم بقى على سر الطبقة الخارجية بتاعة المطاعم السريعة الطبقة الخارجية طبقتين طبقة جفة مكونات جفة وطبقة سايلة هنعمل الطبقة الجفة الاول كوباية من الدقيق مع لقتين كبار من النشا النص المتبقي من الباكت من الخلطة اللي انا قلت لكم عليها دي يعني احنا هنحط باكت ونص والنص الباقي هنحطه على المكونات الجفة نقلب كل حاجة ما بعدها ودلوقتي هنعمل الطبقة السايلة ودي اهم حاجة لانه الطبقة السايلة دي ممكن بعدها هنحطها في بقصومات او في كون فريكس او اي حاجة هنحتاج كوباية ناقص معلقة من الدقيق وهننزل عليها بنص كوباية من النشا ووراهم على طول معلقة وربع صغيرة من البيكينج باودر وربع معلقة صغيرة من البيكاربوناتو اللي هو البيكينج سودا نديهم تقليبة كده وبعد كده ننزل عليهم ببطين الطبقة دي فيها بيت وهقول لكم بقى ازاي تعملوا الكوتينج الخارجي من غير بيت خالص بس تستنوا معايا للاخر ومعايا كوباية من الميا الساعة او البرد انا حطا فيها تلجة عشان تبقى ساعة عشان تبقى ساعة بس ماية ساعة من التلجة عادي ينفع وبننزل بقى بالتدريق واحدة واحدة ونقلب نخلط كل حاجة مع بعضها البيت بقى مع المكونات الجفة مع الميا لحد لما يتكون معاكم خليط ساميك تقيل زي خليط الارنبيد كده اول ما يسموك كده معاكم تحطوا بقى الملح حطوا رشة من الفلفل اسود او الفلفل قبض حطت الفلفل قبض عشان ما تاخدش لون من برا ما بقاش فيها لون اسود يعني بس عادي يحطوا فلفل اسود لو ما فيش غيره وبكده الطبقة السيلة بقت جاهزة معنا الطبقة السيلة دي هي الاساس عاوزين بقى تعملوا التغليفة بتاعة المطاعم السريعة هتحطوها في الطبقة الجفة اللي احنا عملناها وبعد كده في الطبقة السيلة اللي احنا عملناها وعلى طول على الزيت تحطوها في الطبقة الجفة وبعد كده في الطبقة السيلة وعلى الزيت على طول بينزل معاها نقط كده صغيرة لانه ده سيل طبعا اول ما تنزل في الزيت هتلاقوها مقرمشة وحلوة كده النقط الصغننة دي بمصفة كده شايفين المصفة وباشلها عجب ما تحروقش وده دي اللي زيت وتعمل ريحة وانه بقى نقل فيها. دي بتاخد لها في زيت تقريبا قوله عشر دقيق حاجة زي كده. بس تاخد اللون الحلو اللي انتم عاوزينه وكده بقيت تمام. شوف اللون الحلو ده. شايفين اللون الدهبي الجميل المقارمش ده. دي زي اللي بتجيبوها من المطاعم او اشهر مطاعم الواجبات السريعة. نفس التغليفة الخارجية دي. اللي هي ما فيش عليها بقسمات ولا كورنفلكس. ممكن تحطوه في في الطبقة السايلة وبعدين تحطوه في بقسمات مطحون زي الفراخ البنية كده بالزبط. وبعد كده ممكن تخزنه زي ما هو كده. تحطوه في الطبقة السايلة وفي البقسمات المطحون. تضغطو عليه كويس. علشان الطبقة تلزق عليه. ودي هتبقى زي المصانع بالزبط. اللي هي المجمدة اللي هي بتبقى نص مقلية دي. هي دي هتطلع زيها واحلى بمئة مرة ومقرمشة اكتر بمئة مرة. حطها في الزيت. وبرده نديها تقليبة دي ما بتاخدش وقت. دي بتحمروا بتاخد لون عطل زي البنية كده تشم النار تاخد لون. واهم حاجة ان الزيت مبقاش سخن مولع يبقى درجة حرارته متوسطة. اه سخن بس درجة حرارته متوسطة. شايفين الجمال? شايفين شكلهم عامل زي? دول بالبقسمات مطحون. وممكن تحطوها في الطبقة السايلة وترجع بعد كده تحطوها في كورنفليكس مطحون. طبعا انتو عارفين كورنفليكس بيدي قرمشة زيادة. بس انا هحطها في كورنفليكس من غير طبقة سايلة خالص للي عاوزنها من غير بيدي يعني عاوزها في كورنفليكس. وما عندوش مشكلة مع البيض يحطها في الطبقة السايلة وبعد كده في كورنفليكس. بنيدي له طحنة كده طحنة ايه خشنة? يعني يفضل خشن معنا شوي. عشان يدي ايه طوقة ارمشة من بارو كرانش خارجي كده. وبديها رشة زيت او دهنة زيت واحطها في كورنفليكس. يطلع شكلها زي ما انتو شايفين كده. بيلزق عليها عادي جدا ما بتبقاش مجمدة لما بيجي اغالفها بالكورنفليكس بتبقاش مجمدة. علشان يلزق عليها ويدخل جواه ويلزق عليها. وبصفي الزيت يعني بعديه على مصفة كده علشان ايه لو نزل فيه فتافيت ولا حاجة في النص كده بصفيه ما فيش مشكلة اشوفوا رجع كأنه جديد ازاي? لان كمية تزيت كبيرة. ونرجع بقى نحط فيه اللي هي بالكورنفليكس. الكورنفليكس طبيعي ينطروا منه حبة كده برا نفس الكلام بالمصفة وبنشيله. يعني في حبة مش لازقين كويس هم دول هيطلعوا. اللي لازق كويس مش هيطلع. بدخلها الفريزر تجمد وبعد كده بتطلعها قبل القلي بنص ساعة ولا حاجة. تطرى كده شوية وبقليها. بصوا بقى شايفين الجمال بخليط اللي هي المطاعم السريعة هي دي شكلها ليه لونها فاتح شوية. نفس لون الناجيتس اللي بيجيبها من بره. نفس اللون اصفر ده. اللي اصفر البيهت شوية ده. اللي احنا بنعملها بالكورنفليكس او باللق بقسمات المطحوم بتاخد لون بقى شوية. بتبقى محمرية كده. والطريقة دي والتدبيلة دي الازم من المصانع ومن المطاعم السريعة بكتير جدا كمان. لما بعملها الولاد عندي بيخلصوها وبيقولوا احلى من الجهز احلى من اللي هي بتاعت بره او من المجيبها المجمدة. وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تسوش تجربوا الوصفة اللي رأيكم فيها. ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعها للفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المرة جاي بفيديو جديد.